شذا من العراق تقول أنا دائما أختم السنة بأن أصلي وأقرأ وتقول هذه عادتي من سنتين أنني أفعل هذا الأمر ما حكم ذلك شذا بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقنا الله وإياك لكل خير اختي الفاضل هذه بدعة هذه بدعة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها ولأن الصحابة الكرام لسيما الخلفاء الأربع ما فعلوها ما كانوا يتقصدون ختام السنة بعبادة معينة والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع الذي يقول لنا افعلوا كذا وافعلوا كذا ولذلك الآن لا يجوز للإنسان أن يخصص ليلة الجمعة بقيام يخصص ما معنى يخصص يعني هو ما يصلي قيام الليل لكن يجي ليلة الجمعة يقول أريد أن أقوم ليلة الجمعة نقول ابتدعت لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام يأتي شخص يقول أنا أريد أن أصوم يوم الجمعة فقط طيب ما هو السبب قال هكذا أريد أن أصوم يوم الجمعة نقول ابتدعت واضح فلما يأتي شخص يقول والله أنا أريد أن أصلي صلوات معينة وأذكر وأقرأ قرآن في ختام السنة واعتقد تقصدين السنة الفرنجية الفرنجية الميلادية في ختام السنة أين الدليل ما عندنا دليل ونحن عندنا السنة الهجرية اللي وضع تاريخ أمير المؤمن عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنه ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز ولا يقول أحد هذه عبادات مثل قراءة القرآن وذكر الله نعم لكن توظيفه في زمن معين ومكان معين ما جاء ذكره لا في القرآن ولا في السنة يعد من البدع يعد من البدع فإحذري يا أخت الفاضلة أن تقعي في مثل هذه المحدثات والبدع وقبل ما تبدأين أي عبادة اسألي أهل العلم اسألي أهل العلم ولذلك قال بعض العلم لشخص رآه يصلي بعد العصر مثل ما ذكرت في جوابي قبل قليل قام يصلي بعد العصر فجذبه قال اجلس ليس هذا وقت الصلاة فقال له يا إمام أترى أن الله يعذبني على هذه الصلاة قال لا يعذبك على مخالفتك النبي عليه الصلاة والسلام أنت بهذا تكون مخالف للنبي لأنه مسكين ماذا يقول يقول هذه الصلاة كيف الله يعذبني عليها نقول لا يعذبك على ابتداعك في الدين وعلى مخالفتك النبي عليه الصلاة والسلام فاحذري يا أختي الفاضلة وليحذر كل من يشاهدني أن يحدث عبادة في آخر السنة الميلادية أو السنة الهجرية ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر عن صحابي ولا من قول من يعتد بقوله من الأمة أمة الدين وعلماء الإسلام ما يجوز إنسان أن يستحسن بعض العبادات يقول الله أوظفها في هذا الزمن أو في هذا المكان لا بد من دليل ولذلك الدين الإسلام يقوم على ساقين وعلى عمودين وعلى ركنين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله وطريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشكرين على حرصك ورغبتك في الخير لكن هذه بدعة هذه بدعة منكرة ما يجوز إنسان يفعلها وتنبهين أهل بيتك ومن تعرفين يفعل هذا الشيء تقول لهم اتقوا الله واتركوا هذا العمل بارك الله فيك